على العليا للجماهير العربية محمد باركي في بث حي ومباشرة إلى موضوعنا التالي شرعت مؤسسة التأمين الوطني منذ بداية هذا الأسبوع بتحويل المنح المالية على الحسابات المصرفية لمواطني إسرائيل للمساعدة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا وذلك في إطار حزمة المساعدات المالية التي صادقت عليها الحكومة وقد قامت مؤسسة التأمين الوطني في هذا النطاق بإرسال إشعارات على هواتف المواطنين تعلمهم فيها ببدء تحويل المنح للأولاد أولا ومن ثم تحويل المنح لباقي الفئات السكانية وللحديث حول كل ما يتعلق بالمنح المالية قيمتها ومواعيد تحويل الدفعة الأولى التالية الأشخاص والفئات المستحقة التي تستحق هذه المنح ينضم إلينا الآن في السوديو في بث حيوان بشر حسام أبو بكر مدير مؤسسة التأمين الوطني فرع العفولة أنتم أيضا مشاهدين العزاء يمكنكم أن تكتبوا له الآن بأي سؤال يخطر على بالكم أو يثير حيرتكم على الرقم الذي يظهر على أسفل الشاشة اكتبوا الآن رسالة واتسعب وبعتوا بها على الرقم الذي يظهر بعد قليل في أسفل الشاشة ليجيبكم عليها حسام أبو بكر الآن في بث حيوان بشر مساء الخير أخي حسام مساء الخير واسمح لي بداية على غرار الخبر السابق أنه هاي كارثة حقيقية وكلوبنا مع الشعب اللبناني ومع أهل بيروت طيب سؤال التالي عدد كبير من المواطنين تلقوا إشعارات من مؤسسة التأمين الوطني حول تحويل المنح المالية للأولاد على حسابات المواطنين البنكية حاليا أنتم تحاولون فقط المنحة الأولى وهي المخصصة لصالح الأولاد إلى أي حسابات تحول منح الأولاد كم تبلغ قيمة كل منحة الأولاد في العائلة الواحدة ثم باقي الأسرة يعني لكي نرتب الأمور بالنسبة للمشاهدين وبالنسبة لجميع سكان الدولي اللي يعنيهم هذا الأمر يعني هذه أول مرة بتم قرار دفع هبات أو منح لجميع المواطنين في دولة إسرائيل إلا كل القليل من الأشخاص اللي معاشاتهم أو دخلهم يتعدى حوالي 650 ألف شكل فهؤلاء لن يحظون بهذه المنحة ولكن دعنا كما أشرت لترتيب الأمور حسب القرار اللي اتخذ من قبل الحكومة وتم إقراره من قبل الكنيسة يعني تصرف منحة بمبلغ 750 شكل لكل شخص بالغ فوق الثمنتاشر عام وتصرف منحة بقيمة 500 شكل لكل طفل في كل عائلة لحد عدد أربع أطفال وما فوق الأربع أطفال من الطفل الخامس يعني دون سن الثمنتاش يصرف منحة بقيمة 300 شكل للأشخاص اللي بتلقوا بعض المخصصات منكم بالمؤسس تأمين الوطني مثل مخصصات العجز العام مثل مخصصات ضمان الدخل مثل مخصصات النفقة وإلى ما في ذلك يحظون على منحة مضاعفة بقيمة 1500 شكل يعني إضافة 750 شكل أخرى طبعا منذ تم تشريع القانون واتخاذ القرار في الكنيسة بدأنا كمؤسسة بترتيب الأمور من النواحي التقنية لعملية الدفع لأن عملية الدفع لحوالي 6 ملايين حساب بنكي هي عملية دفع شاقة اللي بتأخذ مجهود بتأخذ وقت حتى من النواحي التقنية فتم اتخاذ القرار أنه بداية تصرف المنح أو الهبات للأطفال وهذه الهبات صرفت يوم الأحد السابق إلى جميع الأطفال دون سن الثمنتاش وأدخلت إلى الحسابات البنكية اللي تصرف بها مخصصات الأطفال يعني وين تصرف مخصصات الأطفال من كبل مؤسسة تأمين الوطني تم إيداع الهبات في هذه الحسابات إذا كان فيه هناك يعني إحنا طلبنا من المواطنين أنه إذا في حتلنات أو إذا فيه تغيير لأرقام الحسابات عليهم إبلاغ مؤسس تأمين الوطني من خلال شبكة الإنترنت وموقع الإنترنت للمؤسسي إذا نذكر أعزائي المشاهدين الجمهور الذي يتابع البرنامج أنه بإمكانهم أن يوجهوا أسئلة للأخ حسام أبو بكر وطبعا هو سيجيب على الأسئلة الرقم موجود في أسفل الشاشة عدم الاتصال هاتفيا فقط في الواتس أب لأن ذلك ما نشاهده هنا عندنا فقط من الواتس أب إذا هنا ها السؤال الأول سؤال سلام عليكم يسأل الأخ حسام أبو بكر هناك أشخاص لم يصلهم حتى الآن أي شيء أو أي إشعار ما هو السبب؟ أولا كما بدأت وذكرت أنه في يوم الأحد بدأنا عملية الدفع تأخذ عدة أيام يعني لم تكن عملية الدفع في يوم واحد فقط يعني بداية يوم الأحد دفعنا مخصصات الأطفال لكل أرقام الحسابات المتوفرة لدى مؤسس تأمين الوطني كما ذكرت نحن نتعامل مع دفع هبات لحوالي 6 ملايين أرقام حسابات متوفر لدى مؤسس تأمين الوطني حوالي 5 ملايين ونصف من هذه الأرقام وينقصنا حوالي 500 ألف رقم حساب اللي طلبنا من المواطنين إنه يقوموا بإعلامنا بالنسبة لأرقام الحسابات إذن هذا ربما يجيب على السؤال التالي لأحد المشاهدين يقول أخي العزيز إذا شخص لا يملك حساب في البنك ماذا عليه أن يفعل لكي يحصل كيف يتواصل معكم؟ يعني إذا لا يملك حساب بالبنك بسبب قانوني معين فنحن سنقوم بصرف المخصصات لهؤلاء الأشخاص أو آسف صرف الهبات لهؤلاء الأشخاص إلى بنك البريد وبإمكان هؤلاء الأشخاص التوجه إلى بنك البريد مع رقم هوية؟ مع رقم هوية عندما نعلن عن بداية صرف الهبات وإيداعها في بنك البريد بإمكان الأشخاص اللي ليس لديهم أرقام حسابات لا أسباب قانونية كما ذكرت بأن يتوجهوا إلى أي فرع بريد مع الهوية وباستطاعتهم أن يتلقوا نقدا هذه الهبات ولكن نستغل هذه الفرصة أن الأشخاص اللي لديهم أرقام حسابات وهذه الأرقام غير متوفرة بمؤسس تأمين الوطني بإمكانهم الدخول إلى موقع التأمين الوطني أو عبر موقع الفيسبوك للتأمين الوطني هناك رابط لتحديث رقم الحساب وإعلامنا برقم الحساب فبإمكانهم أنهم يستحدثوا ويعلمونا في رقم الحساب ونكون بصرف هذه الهبات إلى أرقام الحسابات فقط كما ذكرت شخص ليس لديه رقم حساب لأسباب قانونية تصرف من خلال بنك البريد طيب إذا شخص هنا أقول أنا عزابي غير مرتبط يجب محاسبتي مثل باقي الناس أذهب إلى البريد مع رقم هوية وأحصل على إذا كان لديه رقم حساب عليه إعلامنا برقم الحساب وإذا لأسباب قانونية مثل ومثل أي شخص آخر إذا لأسباب قانونية هو غير قادر على فتح حساب بنك هناك أشخاص من هذا النوع فعليه التوجه إلى البريد عندما نعلن عن بداية صرف هذه الهبات في بنك البريد طيب طبعا نذكر مشاهدين أنه بإمكانهم رسال رسائل واتس أب فقط وعدم الانتصال مكتوبة ونحن نقرأ الرسالة هذا سؤال وصلنا الآن من شخص يقول أنا مثلا عندي حجز على الحساب بمعنى عقول يعني كيف أحصل على المبلغ؟ باستطاعتها أن يحصل على المبلغ من نفس الحساب لأن هذه سؤال جيد جدا يعني هذه الهبات لا يتم حجزها ولا بأي شكل يعني هي معفية من أي حجز فبإمكان التوجه إلى البنك وصرف هذه الهبات من دون ولئيات مشكلة يعني هذا حسب القانون حسب القانون اللي أقر لا يوجد أي حجز على هذه الحسابات وليس باستطاعة البنك إيداع هذه الهبات في أي حجز لأي مؤسسة أو لأي طرف من الأطراف طيب شخص هنا أيضا يقول أنا مثلا حسابي غير إيجابي يعني بمعنى سلبي وهل بإمكانه تحت الصفر بإمكانه مديون يعني باعتبار هل بإمكانه أنه يحصل على المبلغ غراء؟ نعم نفس العملية كما ذكرت بالنسبة لقضية الحجز أيضا يعني هذه الهبات لا تغطي ما يسمى بالمينوس في حسابات البنك فبإمكانه أنه يصرفها من دون ولائيات إشكالية أنا آخر شاب أكون أنا عمره 18 سنة هل بإمكاني أن أحصل على المنحة؟ يعني مش عن طريق الوالد عن طريقه شخصيا يعني؟ طبعا إذا الشخص بلغ 18 سنة حتى شهر 7 يعني هذا العام حتى هذا الشهر الجاري فإذا هذا الشخص بلغ 18 سنة فهو بحصل على هذه الهبات بشكل منفصل وبحصل على 750 شكل وليس على 500 شكل كما ذكرنا بالنسبة للأطفال شخص آخر يقول مرحبا بنتي بتأخذ مخصص من تأمين بسبب عندها عجز معين وحتى الآن لا تحصل عليه كل شهر يدخل معاشها على حسابه والمنحة السابقة دخلت على حسابه مع شهره شو مشكلته هنا للأخ؟ يعني السؤال يعني غير واضح ولكن ربما أستطيع أن أفهم بعض الشيء من خلال السؤال أولا إذا كانت تحصل على مخصصات إذا هذه البنت تحصل على مخصصات ما يسمى في العجز لدى الأطفال فهذه المخصصات أيضا تدخل على حساب ولي الأمر بهذه الحالة كما يبدو الأب هو ولي الأمر بالنسبة لهذه يعني هو الوصي لتلقي لأنه أحيانا تكون الأم هي الوصية أو بحالة غياب الأب والأم يكون شخص آخر وصي على الأطفال بتلقي المخصصات فهي تحصل على المخصصات من خلال حساب الأب وهذه المخصصات أيضا هي معفية لمدة ثلاثين يوم من أي حجز إذا كان فيه هناك حجز على حساب البنك وبالإضافة إلى ذلك تدفع الهبات وبهذه الحالة لأنه هذه الطفلة لديها عجز هي تتلقى هبة مضاعفة بقيمة 500 شيكل كطفلة و750 شيكل إضافية كطفلة مع عجز تدخل إلى نفس رقم الحساب الذي تتلقى عليه المخصصات وهو حساب الأب الزوجان منفصلان لديهم أبناء لمن المنحة المبلغ من الأولاد للمرأة من الزوج يعني إذا كانت عادةً الإمرأة هي اللي بتقبض من مؤسسة أمين الوطني مخصصات الأطفال ولكن هناك استثناءات إذا كانت مخصصات الأطفال تدخل إلى حساب الأم فالهبات سوف تدخل إلى نفس الحساب إلى نفس حساب الأم إذا كان الأب هو من يحصل على مخصصات الأطفال فالهبات تدخل إلى حساب الأب يعني بهذه الطريقة حسب رقم الحساب اللي موجود عنا وتدخل عليه أو تصرف إليه مخصصات الأطفال هنا شخص رقم هويته كذا وكذا لا أريد أن أذكرها عنده مشكلة في التأمين مش عم يزبط يعب تفاصيل ببنك البريد لماذا؟ هل صعوبة يعني بتعبئات نموذج معين؟ يعني هذا سؤال حسب اعتقادي يعني غير متعلق في مؤسس تأمين الوطني إلا إذا بيقصد أنه رقم حساب البنك هو من البريد فإذا كانه رقم حساب بريدي هو رقم حساب عادي فبإمكانه أنه يدخل على الرابط ويكون بتقديم التفاصيل البنكية إذا بقيت هذه الإشكالية بإمكانه الاتصال بمركز الخدمات الهاتفية نجمي ستين خمسين وهم بساعدوا على استيفاء يعني جميع المعلومات وإضافتها إلى المعلومات البنكية لدينا في المؤسسة يعني هنا السؤال من أحد الأشخاص يقول هل من خدم في الشرطة أو في الجيش يحصل على مبلغ أكبر؟ لا يعني قضية الخدمة في الهاتف يعني هي غير واردة بعين الاعتبار هون بالنسبة للجيش يعني فيه هناك محاولة للخدمة في الجيش فيه محاولة إلى إقرار منح أخرى لا تدفع عن طريق مؤسس تأمين الوطني يعني أنا أتحدث عن المنح التي تدفع عن طريق مؤسس تأمين الوطني طيب هنا طبعا هنا في أسئلة تتكرر أكثر مرة إذا رغبتم طبعا لما انضم إلينا بإمكانه أن يتابع البرنامج هناك أعادة في الساعة العشرة مساء ربما أجبنا على الأسئلة التي تسألون عنها شخص آخر يقول أنا أخذت المنحة لبناتي قبل يومين بحساب البريد لماذا باقي المصاري بعدها ما فاتتش على حسابي يعني ما يخذ بك سيم نعم يعني هون إحنا بدينا بتوضيح الأمر وأستغل الفرصة بالنسبة لهذا السؤال لاستفاء التوضيحات كما ذكرت يعني بداية كمنا بصرف الهبات للأطفال واعتبارا من يوم أمس واليوم كمنا بصرف الهبات التي تعطى لكل من يتلقى مخصصات من مؤسس تأمين الوطني ومع بداية الأسبوع القادم سوف نقوم بصرف بقية الهبات فشوية صبر ندعو الناس أنهم يصبروا وبهذه الطريقة سوف تصرف إذا كان فيه إشكالية ولم تصرف الهبات ربما كانت إشكالية تقنية معينة فكما ذكرت بإمكانهم الاتصال إما فحص الأمر عن طريق موقع الإنترنت لمؤسس تأمين الوطني أو الاتصال بمركز الخدمات الهاتفية نجمي ستين خمسين إذن أعزائي المشاهدين نذكر بأن ما يمكنكم الاتصال على الرقم أو كتابة رسالة في الواتس أب كتابة رسالة الاتصال لا نجيب عليه بتاتا لأنه ليس هناك أي إمكانية للإجابة على الهاتف وإنما فقط لقراءة الأسئلة هنا سؤال من أحد المشاهدين يسأل ابني أبي أبي يتواجد خارج البلاد ولا يملك حساب هل يمكن تسجيل رقم حسابي وإدخال المبلغ؟ ملاحظة مع أنني أدفع كل الشهر للتأمين المبلغ المطلوب منه يعني إذا الأب بيدفعنا أبو إذا الأب عايش برية البلاد وهو غير معرف أو فقد المواطني نحن لا نتحدث عن الجنسي نتحدث عن المواطني إذا الأب موجود خارج البلاد وفقد المواطني ليس لديه استحقاق لتلقي هذه المخصصات فقط من يتواجد في البلاد ويسكن في البلاد ولديه مواطني بالبلاد أما إذا كان متواجد خارج البلاد بعمل من قبل شركة أو مؤسسة إسرائيلية أو إذا كان يعالج خارج البلاد أو إذا كان في رحلة خارج البلاد فتصرف هذه الهبات إلى رقم حسابه الخاص ليس بالإمكان إداعها بأي حساب آخر وإذا ليس لديه الاستطاعة بفتح رقم حساب كما ذكرت تصرف في بنك البريد عن طريق رقم الهوية وإبراز البطاقة الهوية الشخصية سؤال آخر السلام عليكم أنا ما عنديش حساب كيف أتمكن أن أحصل على المنحة مرة أخبط وهي بتسجل أفتحاتها خلصا متى يصل المبلغ؟ يعني كما ذكرت يعني هذه بتتكرر قضية الحساب يعني نستغل الفرصة أنه نطلب من المواطنين الدخول عبر موقع الإنترنت أو عبر رابط في موقع الفيسبوك لمؤسسة أمين الوطني أو بالاتصال إلى مركز الخدمات الهاتفية من أجل إعلامنا برقم الحساب إذا كان ليس لديه الإمكانية بفتح رقم حساب بسبب حال قضائي معين فسوف يتلقى هذه المبالغ مبالغ الهبات إلى بنك البريد فقط عن طريق إبراز بطاقة الهوية بأي فرع بريد ولكن عليه الانتظار حتى نعلن أننا صرفنا هذه الهبات لكل من ليس لديه رقم حساب وصرفت إلى بنك البريد سؤال من سيدة السلام عليكم أنا أشتغل ومعاشي حوالي ستة ألاف ونصف لحتى سبعة ألاف حسابي منظم زوجي يشتغل أجير مع مقاول وليس له حساب بنك ولم يدخل لنا أي مبلغ يعني عليهم الانتظار كما يبدو أنه خلال الأسبوع الجاي سوف القادم سوف تدخل الهبات إلى الأشخاص الذين لا يتلقون مخصصات من مؤسس تأمين الوطني بالنسبة لزوجها إذا لم يكن لديه رقم حساب بسبب أمور قضائية فسوف تدخل إلى بنك البريد ربما يعني بإمكانهم حتلنة مؤسس تأمين الوطني بأنه يطلبوا أن هذه الهبات تدخل إلى رقم حساب الزوجي إذا كان هذا رقم الحساب معرف كرقم حساب مشترك للزوج والزوجي سؤال كنت أتقادم خصصات بطالة وفي شارح زيران بدأت أعمل وحاولت الاتصال اللي أخبر التأمين ولما تمكن فصرفوا لي معاش والآن أنا مجبر على إعادة المبلغ ولكن أيضا لا أتمكن من الاتصال بالتأمين لأنه لا مجيب لو سمحت كيف ممكن أتواصل لإرجاع المبلغ القضية أسهل يعني من أنه يتصل في مركز الخدمات الهاتفية مركز الخدمات الهاتفية نجمي ستين خمسين باعتقاد يعني الإمكانية قائمة جدا لا تلقي المكالمات ونحن نتلقى آلاف المكالمات يوميا بل عشرات آلاف المكالمات يوميا إلى مركز الخدمات ولكن الأسهل من ذلك هو أن يدخل إلى موقع الإنترنت لمؤسسة التأمين الوطني هناك رابط لإبلاغنا بالرجوع إلى مكان العمل ونحن نكون بالاتصال به بالنسبة لقضية إرجاع المخصصات الإضافية التي تلقاها خلال عمله هنا يسأل أو تسأل لا أدري السلام عليكم بالنسبة للأرامل ما هو الوضع يعني إذن أولا كل شخص يأخذ هذه الهبات والحال أيضا بالنسبة للأرامل إذا تأخذ مخصصات أرامل من مؤسسة التأمين الوطني فهي تحصل عليه بمضاعفي أنا مواطن من يركة ما فيش عند حساب اليوم فحصت لم يدخل أي مبلغ ها نفس الشيء عليه التوجه؟ نفس الشيء أولا عليه أن يقوم بإعلامنا بالنسبة لرقم الحساب إذا تم فتح رقم حساب وإذا بسبب أمور قانونية يعني عدتها تقريبا للمرة العاشرة وستعيدها كما يبدو إذا بسبب أمور قانونية لا يستطيع فتح رقم حساب فعليه أن يتوجه عندما نعلن عن ذلك إلى مؤسسة البريد إلى بنك البريد إلى أي فرع بريد مع إبراز بطاقة الهوية والحصول على هذه الهبات السلام عليكم أنا كنت أتلقى عجز انتهى بتاريخ شهر ستة يعني شهر الماضي لمدة عامين هل أحصل على المنحة؟ يعني إذا كان معرف لدينا كمتلقي عجز أولا المنحة الأساسية اللي هي 750 شكل هو يحصل عليها زي زي أي مواطن آخر ولكن ربما إذا كان لا يزال معرف كصاحب عجز ربما يحصل على المنحة الإضافية المضاعفة بإمكانوا فحص هذا الأمر أيضا عن طريق موقع الإنترنت أو الاتصال بمركز الخدمات الهاتفية فهم بيقوموا بإطلاعوا بشكل دقيق أكثر حسب التفاصيل الشخصية مرحبا أنا عندي بنت عندها عجز وكانت تأخذ مخصصات من التأمين بس سني عطوها وقطعوا عنها وبعدت أكثر من مرة للتأمين الوطني نريد أن نسأل ما هو السؤال؟ السؤال أكثر من مرة على التأمين بس من غير جواب يعني عندها مشاكل في القلب عندها ولدت من غير طحق يعني حالة استثنائية يعني هون فيه أمور اللي هي معلومات اللي غير متوفري لدائي ولكن إذا حصلت على مخصصات عجز الأطفال بإمكانه أنه يجدد الطلب لمؤسس تأمين الوطني إذا كان يعني ما بتلقى جواب عن طريق مركز الخدمات الهاتفية بإمكانه تحديد دور للاستقبال بمؤسس تأمين الوطني والحضور إلى المؤسسة وتقديم الطلب من جديد ربما تكون اللجنة الخاصة بفحص الموضوع وإقرار إذا كانت تستحق مرة أخرى مخصصات عجز أم لا طيب سؤال السلام عليكم أنا شخص عاطل عن العمل من قبل أربع سنوات لم يوجد لدي وصل يعني بمعنى طلوش وكيف أتواجد في مكتب العمل بدون وصل يعني كيف ده كله معنى يعني للأسف الشديد إذا ما فيه معطيات عن المعاش فهو لا يعني لا يستوفي شروط الاستحقاق لمخصصات البطالة طيب السؤال آخر إذا كان هناك شخص يريد أن تحول له المنحة إلى حساب بنكي آخر ماذا بوسعه أن يفعل؟ كما ذكرت يعني شخص اللي لديه أكثر من رقم حساب أو قام بتغيير رقم الحساب عليه الدخول إلى موقع الإنترنت أو إلى موقع الفيسبوك لمؤسسة من الوطني والدخول إلى رابط تحديث رقم الحساب وإدخال رقم الحساب الجديد إعلامنا برقم الحساب الجديد وتصرف هذه الهبات إلى رقم الحساب الجديد السلام عليكم زوج وزوجة لا يعملون الزوج يحصل على أفطحات أخنصة حصلوا على 1500 شكل فقط مع العلم أن لهم حساب مشترك هل يجب على الزوجة أن تحتلن رقم الحساب وتغيره؟ يعني عادة الضمان الدخل هو مخصصات عائلية مخصصات للزوج والزوجي تأخذ بعين الاعتبار معطيات الزوج وتأخذ بعين الاعتبار معطيات الزوجي نعم باعتقادي يجب إعلامنا بالنسبة لرقم الحساب أو مراجعة مركز الخدمات الهاتفية بالنسبة للحصول على الهبات المضاعفة طيب السؤال من عندنا ماذا في حالة كان هناك حجز على الحساب المصرفي؟ كيف تتصرفون في مثل هذه الحالات؟ نأكد مرة أخرى أن حتى لو كان هناك حجز على رقم الحساب في البنك هذه الهبات لا يتم حجزها لأنه أعفيت من الحجز من خلال القانون اللي أقر لصرف هذه الهبات مرحبا أنا في 2-8 فات لولادي 2 ألف شكل عندي ولد بوخد ما عاش من التأمين الوطني هو تحت جيل 18 عمره 11 سنة بس ما بعده ما خدش يعني الـ 1500 وين المشكلة؟ يعني باعتقادي أنه ستصرف له يعني إذا كان تحت سن الثمنتاش سوف تصرف له هبات الأطفال وهبات العجز اللي موجود عنده اللي هي بقيمة 750 شكل إذا لم تصرف حتى الآن فسوف تصرف يعني المفروض أنها صرفت خلال اليوم أو يوم أمس فعليه مراجعة البنك في مكان صرف الحساب وإذا كان هناك إشكالية بإمكانه مراجعة مؤسسة تأمين الوطني بشكل عيني بالنسبة لهذا الموضوع ابني يتواجد خارج البلاد ولا يملك حساب هل يمكن تسجيل رقم حسابي ويدخل المبلغ؟ ملاحظة أنا أدفع كل الشهر للتأمين المبلغ المطلوب مني يعني إذا كما ذكرنا ابني هموجود يعني فترة طويلة برا كل شخص موجود خارج البلاد إذا هو فاقد للمواطني لن يتلقى هذه الهبات أما إذا كان معرف كمواطن إذا كان يتعلم خارج البلاد أو يعمل من كبل مؤسسة إسرائيلية خارج البلاد أو موجود لعلاج طبي ومعرف كمواطن في دولة إسرائيل فهو سيحظى على هذه الهبات وعليه إعلامنا وإبلاغنا بالنسبة لرقم الحساب من خلال الروابط اللي ذكرتها سابقا فعليه إعلامنا برقم الحساب اللي تصرف إليه هذه الهبات يعطيكم العافية بدي أسأل بالنسبة لأمي عمرها 67 سنة لم تأخذ تأمين شيخوخة هل بطلع لها المنحة يعني؟ هكذا كل مواطن بتلقى هذه المنحة يعني مش مهم شو العمر فهي تتلقى هذه المنحة كأي مواطن آخر إذا لم يكن لديها رقم حساب عليها إبلاغنا بالنسبة لرقم الحساب أو الانتظار لتلقي هذه الهبات إلى بنك البريد سؤال لأنه بقول أنا أنا مش دافع للتأمين الوطني وفي علي ديون السبعمائة وخمسين بفوتوا كاملات على الحساب؟ السبعمائة وخمسين شيكل بفوتوا كاملات على الحساب حتى لو ما ديون التأمل ما إلهن علاقة بالديون السابقة آه واضح الآن سؤال آخر أنا أتقاضى المعاش عن طريق رقم الهوية في بنك البريد متى تدخل الهبات؟ سؤال؟ باعتقادي يعني خلال الأسبوع القادم خلال الأسبوع القادم سؤال آخر السلام عليكم أنا امرأة مطلقة ولدي ولدين تحت 18 سنة تلقيت منحة قبل يومين آه هل من حقي أن أخذ من التأمين الوطني؟ أولا يعني هي تلقت قبل يومين المنحة اللي الخاصة بالأطفال اللي هي مبلغ ألف شكل آه كمطلقة إذا كانت تتلقى مخصصات آه بسبب الطلاق اللي هي نفقة إذا كانت تتلقى نفقة فهي سوف تحصل على مخصصات مضاعفة أو آسف على هبا مضاعفة بمبلغ إضافة المبلغ الأساس 750 شكل ومبلغ إضافة 750 شكل دائما أنا أسأل زوجي أنه هل دخل على حسابك 750 شكل؟ وإذا وأنا ما عندي أو هو ما عنده حساب شو نعمل؟ أو ربما هي ما عنده حساب هو تسأل زوجها هل وصلك المبلغ؟ لو هي ما عنده ذلك أنا لم يصلها المبلغ يعني بالنسبة للزوج إذا لديه رقم حساب وهذا رقم الحساب معرف في مؤسسة تأمين الوطني فسوف تدخل الهباة إلى رقم حساب الزوج عن الزوج بالنسبة للزوج عليها إعلامنا كما ذكرت سابقا عليه إعلامنا بالنسبة لرقم الحساب اللي تصرف عليه الهبا أو الانتظار لتلقي المبلغ من بنك البريد سأسل كثيرة هنا لا أستطيع أن أتعامل معك سؤال السلام عليكم أنا مواطن متزوج وأتقاضى أنا وزوجتي ضمان دخل وعندي ولدين تحت جيل 18 سنة ما هو مقدار الهبا التي أستحقها أو متى أحصل عليها؟ أتمنى الرد اسمع الرد يعني أولا بالنسبة للأطفال الثنين هي هبا بقيمة ألف شكل خمسمائة شكل لكل طفل الأطفال الثنين تحت جيل 18 بالنسبة للزوج والزوجة إذا يتقاضون ضمان الدخل فسوف يحصلون على هبا مضاعف لكل شخص منهم السلام عليكم أنا أتقاضى مخصصات حادث عمل هل أحصل على منحتين؟ وحتى الآن لم أحصل على هذه المخصصات متى أحصل عليهم؟ يعني عليهم الفحص لأنه كما ذكرت كل من يتلقى مخصصات من مؤسس تأمين الوطني كمنا بصرف هذه الهباة خلال يوم أمس واليوم بالنسبة لإصابات العمل يعني باعتقادي أنا بدي أكون أحاول أكون دقيق باعتقادي أنه عليه أن يفحص مع المؤسسة أنا غير متأكد إذا كان يحصل على هبا مضاعف أم لا السلام عليكم أنا ما عنديش حساب كيف بقدر أحصل على المنحة؟ مرتي أخذت وهي تسجل افتحات أخلصة متى سأحصل على المبلغ؟ أعتقد هذا السؤال جاوبنا عليه إذا كم المرأة؟ نعم يعني كما ذكرت عليه إعلامنا بالنسبة لرقم الحساب وإذا كان فيه إشكالية قانونية بالنسبة لفتح حساب فتصرف في بنك البريد أو إذا كانت المخصصات مشتركة للشخصين فإلى الحساب اللي تصرف عليه المخصصات السلام عليكم عندي ابن يبلغ عشرين سنة اشتغل فترة تسعة أشهر وبعدها تم فصله من العمل من شهر وبعت كل الأوراق البطالة ولكن تقبل أو قبل طلبه بالفرض ممكن أفهم هذا السبب؟ بالرفض آه بالرفض طيب قبل طلبه بالرفض ممكن أفهم السبب وتوجب عليه ثم يعني للأسف الشديد قانون البطالة ساري من جيل عشرين وما فوق فهذه بعض الإشكاليات اللي واجهناها بهذه الفترة لخروج عدد كبير من الأشخاص إلى دائرة البطالة بجيل أقل من عشرين سنة لأنه قانون البطالة لا يشمل الأشخاص من جيل ثمنتاش لجيل عشرين فكما يبدو هذا السبب وأيضا إذا كانت فترة يعني فقط يعني لا أريد أن أدخل إلى جوانب أخرى اللي تتعلق في استحقاقات البطالة ولكن بالنسبة لهذا الجيل هذا الجيل لا يحصل على مخصصات البطالة أنا من شفا عمر لم أعمل من شهر لأنني في حجر بيتي من شهر ستة لا أعرف أين كيف أتقاضى المعاش لا يوجد لدي دخل وزوجتي تقبض أقل من المبلغ أقل مبلغ يعني يسمح بدفعه يعني هذه القضية غير متعلقة بمؤسس تأمين الوطني لأنه حسب القرار اللي كان بالنسبة للأشخاص اللي يدخلوا إلى حجر هذه الأيام تعد أيام مرضية وبإمكانه صرفها كأيام مرضية من مكان العمل إذا تعطل عن مكان العمل بسبب الحجر الصحي مكان العمل يعني يحصل على هذا الشيء من خزينة الدولة كما أكرر في السابق طيب هنا سؤال أنا أحصل على مخصصات بطالة حتى الآن لم أحصل على الهبا كما ذكرت يعني يوم أمس اليوم كمنا بصرف هذه الهبات فباعتقادي يعني ربما يوم غد إذا قام بفحص الحساب فباعتقادي سوف يحصل على هذه الهبا يوم غد أو مع نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم السلام عليكم أنا رجل مسن وعندي أربع أولاد هل يطلع لي منحة دراسية امرأتي من الضفة الغربية وسأكون بالأجراء ومساكن بالأجراء ومش مسجلي معاي أنا عايش بالإيجار وعايش على مبلغ خمس تلاف ومئة شكل وعند أولاد في الصف الأول وصف الثاني كيف هو وضع يعني يعني هناك شروط بالنسبة للمنحة الدراسية اللي تصرف خلال عطلة الصيف للأطفال ينقصني هون معلومات بالنسبة للشخص يعني ما بستطيع أن أجاوبه بشكل عيني ولكن في موقع الإنترنت هناك شرح وافي عن قضية صرف المنح أو مراجعة مؤسس تأمين الوطني للتأكد إذا كان لديه استحقاق لتلقي هذه المنح طيب سؤال آخر بقول أنا عمري 21 سنة زوجي 28 سنة كنت بتعبئة المطلوب منذ أيام ولكن لم يدخل لنا على حسابنا الخاص لم نحصل على المنحة وعلى حسابي حجز هل المنحة ستنزل من حساب البنك أم لا؟ أولا ذكرت أنا حكيت أنه بالنسبة للأشخاص اللي لا يتلقون مخصصات من أؤسس تأمين الوطني سوف تصرف هذه الهيبات في الأسبوع القادم مع بداية الأسبوع القادم حتى الآن لم تصرف ولن يكون حجز على هذه الهيبات أنا منفصل عن زوجي وابني أخذ المنحة الخاصة به وأنا بعدني ما السبب؟ كما يبدو يعني كما ذكرت أنه بعدنا نقوم بصرف هذه الهيبات لم نصف جميع الهيبات فإذا كان فيه إشكالية برقم الحساب عليها إعلامنا بالنسبة لرقم الحساب إذا لا توجد كما يبدو لا توجد إشكالية لأنها تم صرف الهيبات لابنها إذا كان طفل تحت سن الثمنتاش ولكن ربما تصرف هذه الهيبات خلال الأيام القادم طيب سؤال أخير سؤال أخير وأنا من الطيبة لم أتلقى أنا أتلقى مخصصات البطالة وليس لأطفال هل أستحق المنحة لي ولزوجي؟ طبعا يعني الزوج يحصل على منحة والإمرأة تحصل على منحة يعني كل شخص ذكرنا أنه هذه المنح تصرف لجميع المواطنين بدون استثناء ما عدا الأشخاص اللي لديهم دخل أكثر من 640 أو 650 ألف شيكل سنوي أخ سامة بكر صدقني انظر الرسائل كثيرة الأسئلة كثيرة آلاف الرسائل ربما إذن أنا باعتقادي اتطرقنا لجميع الجوانب اللي بتتعلق بهذا الموضوع يعني حتى الأسئلة تكررت وكمنا بتوضيحها وكما يعني هون بحب أني أشير أنه مؤسسة أمين الوطني تقوم بنشر المعلومات في وسائل الإعلام وأيضا في موقع الإنترنت لمؤسسة أمين الوطني وفي موقع الفيسبوك يعني الأشخاص مدعوين أيضا إنهم يتواصلوا مع مؤسسة أمين الوطني من خلال هذه المواقع ومن خلال النشرات اللي منكم بنشرها وهكذا يستطيعون الحصول على بقية المعلومات وهنا هذه القناة أجملة على معظم الأسئلات ومما كلها لأن هذه الأسئلة تكرر هي نفس الأسئلة